في رجال بطبعها تعشق الأنسة اللي تغير عليها بجنون وفي رجال تانية تلاقيها تقولك يا روحي الغيرة الزيادة عن اللزوم دي مش مطلوبة خليك يعني في المعقول عمتا هو ده موضوع حلقتنا معنا كل رجال الأوراج من المركز الاثناشر للمركز الأول من أكتر أو أقل الرجال اللي ما تحبش غيرة بزيادة لحد ما نوصل بقى للمركز الأولى الأبراج اللي تحب أو إن الست المرتبطة بيها تغير عليها قوي وكل ما نطلع في المراكز ناخد رجل من رجال الأبراج بيحب كده أكتر وكالعادة توقعوا اكتبوا توقعاتكم ويا ريت اللي ما اشتركش في القناة اشترك وخلوني أرحب بالجديد وارحب بيكم بشكل عام وقول اللي بينضم منا عرفنا بنفسه عشان نرحب بيقول اللي ما اشتركش في القناة اشترك عشان اشعارات الحلقات توصلوا تعالوا بنا نبتدي بالمركز الاثناشر مين أكتر الرجال اللي ما تحبش من شركة حياتها اللي مرتبطة بيها ومراته او ايا كان ان هي تغير عليه بشكل يعني يعني رجل برج الدلوة هيجي معنا في المركز الاثناشر أقل الرجال الأبراج اللي تحب كده لأنها تعتبر ان الغيرة الزايدة نوع من أنواع تقييد الحرية واحنا قلنا قبل كده الرجل ده منطلق ورايق وبيحب يعيش حياته بالطول والعضغيرة زيادة أكيد من غير نقاش معناها تقليل المساحة اللي هو بيحبها دي إذن نصيحة مهمة أوي لك في علاقتك لو أنت مرتبطة أو هترتبطي بالمستقبل أو حد يعز عليك هيرتبط برجل دلو بلاش غيرة أوفر خليك في المعقول أعلى منه في المركز الـ 11 وقريب أوي منه رجل برج الجوزاء الهوائي نفس الطبيعة تقريبا ما يحبش الأنسى اللي تخنقه أوي بغيرتها أو اللي تغير عليه بشكل جنوني وإن كنت أنت فاكرا أنت لما تغير عليه أوي هيحبك أوي يبقى العجسة هينفر منك أوي خلونا كده نوصل للمركز العاشر ونوصل نلتقي برجل آخر من الرجال اللي ما تحبش الغيرة إزاي ده ألا وهو رجل برج القوس الناري برج القوس الناري كرجل أيضا يتشابه في فلسافته مع الرجال دي رجل برج القوس ممكن يحب أنه هو اللي يغير بزيادة ولكن انت ما تغيريش علي بزيادة اديني مسحتي خليني أنطلق ما تحجمنيش ما تخنقنيش دي فلسافت رجل القوس والجوزاء والدلو خلوني كالعادة رجعنا أقول لو شايفيني الحلقة دي مفيدة ياريتني دوس لايك كالعادة معلش توصل لبقية أصدقائنا للعكس دوس لايك وقولولي السبب نعلق نوصل بقى وندخل في منطقة وسطى مع المركز التاسع يلا بيه المركز التاسع في منطقة وسطى يعتبر رجل برج الميزان رجل برج الميزان أيضا الغيرة زيادة عن اللزوم الأوفر الجنونية يزهق منك يملك يملي منك يشوفك مملة وإحنا مش عايزين نوصل لكده ومن أخطر الأخطار على العلاقة أن الطرف يملة من الطرف التاني حتى لو بيحبه ممكن بسبب حركة زي دي وانت مش ياخدى بالك غيرة جنونية يزهق منك يحاول أنه هو يخلص منه خلي بالك من الحتة دي نخش في الجدة أكتر وفي منطقة وسطى أكتر نوصل للمركز التاسع وناخد رجل يعني مع رجل برج الأسد اللي بيجي في المركز التامن حسسيني بغيرتك بس ما تأفوريش ما تهيبريش ما تتجننش قوي في الغيرة بس مطلوبة إن أنا أحسها ألمسها في بعض المواقف من حين إلى حين من وقت الآخر مطلوب مع رجل برج الأسد الحسس بنفسه إن هو يلمس منك حتة الغيرة دي يعني هو أعلم الأبراج دي في موضوع حلقتنا في المركز السابع ندخل في الجدة أكتر وأكتر رجل برج العزراء وهنا تحديدا الرجل ده هو آخر رجال الأبراج اللي نقدر نقول عليها في حلقة النهاردة ما تحبش غيرة جنونية ما تحبش غيرة زايدة لأن من المركز السادس وطالع دي الأبراج بقى اللي هنبدأ نعكس الفلسفة والمعاملة واللي هنصحك بكده معهم دي الأبراج اللي عايزة تحس منك بغيرة إلى حد ما زايدة وكل برج طبعا الموضوع بدرجات هنوصل دلوقتي للمركز السادس مع برج الحوت مطلوب أن يحس منك بكده حسسي رجل برج الحوت أن أنت بيتغير عليه بس ما تقفريش زيادة عن اللزوم يعني رجل برج الحوت مزي رجل برج السرطان اللي بييجي في المركز الخامس اللي أعلم أنه حرفيا رجل برج السرطان عايز يحس بغيرة زيادة آه غير براحتك على رجل برج السرطان يحب كده ويتلزز بكده وبينه وبين نفسه يكون مبسوط ومنشاكح قوي لما يحس أن الأنسة اللي مرتبط بيها بيتغير عليه وإذا ملقاش فيك كده يحصل العجس يزهق منك ويقول ده ما بتحبنيش ده أنا مش فارق معاها إذن الغيرة مع رجل برج السرطان مطلوبة آه بقى من رباعي خط النار الأربع أبراج القمة أربع رجال الأربع رجال دول هما القمة معنا وأكتر رجال لازم تحسسيهم يحبوا أو الأنسة المجنونة في الغيرة عليهم الأنسة اللي هي بتغير عليهم بجنون وجزء لا يتجزأ أساسي من العلاقة بتاعتهم ويحبوا أو ده في الأنسة من أول رجل برج الحمل اللي بيتربع على عرش المركز الرابع يعشق المرأة اللي تغير بجنون عارفين المجنونة في الغيرة عقلة في كل حاجة إلا في الغيرة تتجنن وتطلع عينه وعين آله ويبع على قلبه زي العسر مبسوط ومنشكح وسعيد وطير من الفرع رجل برج الحمل والعكس ما تعجبوش يعني يقولك ده بردة ده ما بتغيرش ده ما بتحبنيش إيه ده يعني رجل برج الحمل يا محمد يا بوزيد مطلوب مننا أو مني أنا كأنسة إن أنا حسسه بغيرة أيوة تاب بزيادة أيوة تاب بأوفر مفيش مشكلة نعلى أكتر نوصل للمركز التالي رجل آخر من أكتر الرجال اللي تحب غيرة الأنسة الجنونية ألا وهو رجل برج الجدي الطرابي مطلوبة يحبها ويتلزز بها ويبقى بينه وبين نفسه سعيد جدا ومبسوط جدا وحاله حال رجل برج الحمل لو ملاقهاش في الأنسة يزعل قوي ويتدايق ويتنكد وينكد على نفسه عليها وعلى المحيطين ما بالكم إذا كان ده حال الرجل اللي في المركز الرابع والتالت ما بالكم باللي في المركز التالي هو رجل برج الطور حرفيا أنت هترتبط برجل برج طور أو هتلفت انت بقى غيري عليه لازم تغيري عليه على قد مطيق الضريق غيري عليه من هدومه حتى يحب كده يعشق كده يتجنم بيك كده ولكن رجل برج الطور وكل الرجال اللي احنا قلناها مش زي رجل برج العقرب في دركته في حبه لغيرة الأنسة عليه أكتر الرجال على الإطلاق اللي تعشق الأنسة اللي بتغير عليه يا سلام يا سلام كده انت جيت على نقطة ضعف رجل برج العقرب ويا سلام لو كانت غير تغيره غير مباشرة يعني بالنظرات والحركات كده تجننين تجنن رجل برج العقرب ده احنا عارفين طبعه كويس أكتر الرجال اللي تحب كده من الأنسة خلي بالك والعكس طبعا يؤدي لنتاج عكسية يعني لو ما حسستهوش ان انت غيرانا عليه أو ان انت متنشاء أو عادي أو مش في دماغي ممكن يزعل منك ويتغير عليك اكتبولي يا أراكم في الحلقة دي كده خدنا كل رجال الأبراج قدمنا خطوط عريضة في حلقة النهاردة ونصايح مهمة للأنسة مع أي رجل بها هي بترتبط بما احنا خدنا كل الرجال وخلينا أقول مناش أي صفحة خدنا كل رجال الأبراج قدمنا خطوط عريضة في حلقة النهاردة ونصايح مهمة للأنسة مع أي رجل بها هي بترتبط بما احنا خدنا كل الرجال وخلينا أقول مناش أي صفحة على الفيس بوك غير محمد أبو زين أي حد تاني نصاب قناتنا التانية للفضفضة الانستجرام الفيسبوك اللي بيسأل ازاي تواصل معايا كل الرابط دي في وصف الفيديو واول تعليق